اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة وحدة ودقيقة فجرا لينتقل بعدها لمنزلة الغفر وهي للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي طبعا القمر ما زال موجود في العذراء احنا في فترة رح ندخل على فترة خلوه المسار فعشان هيك لنهاية خلوه المسار اللي هي تقريبا لبعد منتصف الليلة بساعتين بتوقيت الأردن القمر بظل موجود بالعذراء بنظلنا على طبيعتنا الجادة ننتبه اكثر لصحتنا بموارسة تمرين رياضي او حمية او مراقبة الوزن يعني كلها بتكون اشياء عملية ومنطقية اكثر بنلاقي ان الناس حوالينا شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا ونتوهم امراض ما لها اي وجود بيمكاننا ان ننتخذ اي قرار له علاقة بتوقف عن اخذ حبوب معينة او التدخين او الكحول او يعني الاهتمام بالحيوانات الاليفة او باشياء منطقية وعقلانية او عن خلو المسار رح يبدأ ساعة عشرة واربعة وثلاثين دقيقة مساء وبعديها بتوقيت جرينيتش ورح يفضل فيها لساعة اتناش ودقيقة بتوقيت جرينيتش بعد منتصف الليل اللي هو تسعة اتناش وهذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين المسار طبعا زي ما حكينا انه القمر رح ينتقل للميزان الساعة اتناش ودقيقة يعني بتوقيت الاردن الساعة ثنتين ودقيقة فجرا بتوقيت الاردن من فجر يوم تسعة شهر اللي هو اليوم تأثير القمر بيكون على الجميع لما بيكون في الميزان في هاي الفترة او هاي الفترة افضل فترة عاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومن ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لسه ما استقرت بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة واعادة تزيين البيت او المكتب واقتناء حاجية جميلة اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عنا زاويتين فلكيات الزاوية الاولى رح تكون زاوية التربيع سلبية هي بين الشمس ونبتن يعني من الزوايا الوطيئة وهاي رح تكون زاوية سلبية رح تكون في تمام الساعة 47 دقيقة مساء بتجعل البعض يعيش في يعني عالم من الوهم او بيعيش باوهم من نسج خياله بعيد عن الواقع وبرضو بيدل على بعض النقاط اللي لها علاقة بالسوائل يعني ممكن اشياء لها علاقة بالبحر فيضانات شغل عمطار سيول اشيه علاقة بالغازات بالتسمم يعني شوي هيك الامور بتكون فيها نوع من انواع البلبلة وبرضو هاي بتهدد انه ارتفاع اسعار النفط في الاسواق المالية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وعطارد ورح تكون في تمام الساعة التسعة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة طبعا القمر رح يكون في الميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم 11-12 بيبدأ في تمام الساعة 11-56 دقيقة مساء اي بعد منتصف الليل وبيستمر حتى تمام الساعة وحدة وثمانية وخمسين دقيقة فجرا لا ينتقل لبرج العقرب بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 24 يوم في تمام الساعة 11-23 دقيقة مساء بيصبح خمسة وعشرين يوم نسبة الاضاءة خمسة وثلاثين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 المزاج سعيد بنسبة خمسة وخمسين في المية القمر في العذراء وبدو ينتقل للميزان رح يفضل فيه ل يوم 11-12 المزاج يعني تقريبا نسبة السعادة تاعته 30 في المية مع المساء بتقل شوي اعطارد في القوس حتى يوم 20-12 المزاج سعيد بنسبة خمسة وخمسين في المية الزهرة في العقرب حتى يوم 15-12 المزاج سعيد بنسبة خمسة وخمسين في المية المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 المزاج سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% أورا نصف الثورب يتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 12% نبتن في الحوت ورغم زاوية التربيع ما بينه وبين الشمس إلا أنه سعيد بنسبة 15% بلوته في الجدي يعني مزاجه سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر اللي هي بعد انتقال القمر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن تتعقد بعض الأمور وتطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوى القانونية قصمك بهاي الفترة قوي والعرقي لبتستفزك برج الثور تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم في ساعات الفجر بيبدأ العمل بتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم ممكن تتزامن الواجبات وتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم إش أنك تحاذر من المشاكل الصحية برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة أما في ساعات الفجر بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم إش أنك تلطف الأجواء وأعد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات بتحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة فترة إيجابية برج السرطان بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار أما في ساعات الفجر بتفضلوا التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم إش إنك تتجنب توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسائل عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر أو للإستثمار برج الأسد ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية لغاية ساعات الفجر من ساعات الفجر تنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جر بتكثر النشاطات حسب حقل اختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك لا تتردد بالتحرك برج العذراء ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لا خطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية في ساعات الفجر بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء إنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية برج الميزان يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بيطرأ تغيير للأفضل على صحتكم في ساعات الفجر وبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة في ساعات الفجر انتبهوا أكثر لصحتكم وما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحض حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الضوضاء ولا تقرر على شيء عشان ما يخيب أملك وحاذر من البلبلة ومن الالتباسات برج القوس يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر بتلتق الأصدقاء أهم إش أنك تبادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك إذ ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم إش أنك ما تستسلم بل كرر المحاولة برج الجدي ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم حتى ساعات الفجر من ساعات الفجر ابتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع لأن الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة في ساعات الفجر بتنشغلوا في أمور العلاقة بالسفر أو بالاتصال بعيد أهم إش أنه هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة وتناقش بقوة وذكاء وتتجرع على رفض ما أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخط تجربة جديدة مثل سفر مثلا أو اتصالات خارجية برج الحوت يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ما بنصح إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد في مثل هذا اليوم بسبب بعض الزوايا مع ساعات الفجر بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية لا تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم إش أنك ما تتكاسل بل سارع في العمل دون مماطلة وأعذر هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء